في دواء من الأدوية المعتمدة بشكل أساسي لعلاج الاكتئاب دواء اسمه الويل بيوترين الدواء ده في مادة فعالة اسمها البيو بروبيون الدواء ده أو المادة دي تم اعتمادها سنة 1997 للإقلاع عن التدخين خلينا نشوف الويل بيوترين في مادة فعالة اسمها البيو بروبيون المادة دي بتصنف أصلا أن هي دواء مضاد للإكتئاب يعني بيعالج الاكتئاب ولكن الدواء ده اعتمدوا بشكل رسمي أنه من الأدوية اللي الشخص ممكن يستخدمها علشان يبطل تدخين يقلع عن التدخين يعتبر دواء من الأدوية اللي بتقلل من شغف الشخص المدخن للنيكوتين الموجود في السجائر وبالتالي بيساعدوا على أنه يتخطى المشاكل المزاجية اللي ممكن يحس بيها نتيجة أنه بطل تدخين علشان كده الدواء ده تم اعتماده بشكل رسمي كمان في نقطة مهمة أن الشخص لما بيبطل تدخين إلى حد ما بيحصل له زيادة في الوزن لقوا أن البيو بروبيون ده من الأدوية اللي بتخلي الشخص وزنه ما يزيتش لما يبطل تدخين والحد النهاردة مش قادرين يعرفوا بالضبط الدواء ده بيدي التأثير بتاعه ازاي أو بيشتغل بطريقة معينة ولكن في نظريات اتحطت ليه المفروض أن البيو بروبيون ده هو عبارة عن دواء بيدخل للمخ وبيبدأ يزود من تركيز نواق العصبية زي النور أدرينالين والدوبامين اللي اتنين نواق العصبي دول لما بيرتافعوا إلى حد ما نقدر نقول أن الشخص الموت بتاعه بيتحسن وبالتالي الشعور الاكتئاب اللي ممكن يحسه نتيجة نقص النيكوتين مش هيبقى موجود فيه كلام كمان أن الدواء ده بيشبه تأثير النيكوتين على النواقل العصبية دي يعني نقدر نقول أنه بيدي نفس تأثير النيكوتين على النواقل العصبية معروف أن النيكوتين هو من الأدوية المضادة للاكتئاب وفيه ميزة ممتازة جدا أنه بيشتغل فترة صغيرة من الوقت النيكوتين بيعمل كده النيكوتين أصلا مادة مضادة للاكتئاب ولكن المشكلة للنيكوتين بيكون موجود فيه السجارة اللي فيها يعني مواد تانية كتير جدا بتكون مضررة بعيدة عن النيكوتين الويلبيوترين قالوا أنه بيدي نفس تأثير لزقة النيكوتين النيكوتين باتش اللي الناس بتستخدمها علشان تقلع عن التدخين الويل بيوترين بيبقى ليه نفس التأثير تقريبا من أشهر مشاكل الدواء ده إنه ممكن يسبب قلق بيسبب أحيانا أرق يبقى فيه مشكلة في النوم كمان ممكن يسبب غثيان وممكن يعمل جفاف في الحل ومن أشهر المشاكل بتاعت الدواء ده إنه ممكن يسبب تشنجات خصوصا خصوصا إذا كان الشخص اللي بيستخدمه مريض صرع ده ممكن يدخله في نوابات متكررة من التشنجات علشان كده الدواء ده يعتبر من الأدواء اللي ممنوعة أو تستخدم بحرص شديد جدا عند مريض صرع أحيانا الدواء ده ممكن يرفع ضغط الدم كمان ممكن يسبب إمساك وممكن يسبب صدع وطبعا الدواء زي كده لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي علشان نتلاشى ونتجنب المشاكل والأثار الجانبية الخاصة به